السلام عليكم معكم حبيبة من بلدية بروج موضوعنا اليوم عن كيف نتجنب عدوى مرض الكورونا وما هي المساعدات التي تقدمها بلدية بروج لسكان بروج نبدأ بالموضوع الأول وهي كيف نتفادى عدوى مرض الكورونا في خمس نقاط النقطة الأولى المهمة غسل اليدين بصفة منتظمة خلال اليوم بالماء والصابون وخاصة عند خروج ويوج البيت عدم التصافح أو عدم السلام باليدين أو القبل أو الأحضام نقطة ثانية وهي مهمة جدا عند تنظيف الأنف نستعمل مناديل ورقية جديدة وعند الانتهاء منها مرة واحدة نرميها بالقمامة نقطة ثالثة كذلك مهمة عند السعال أو العطاس نستعمل اليد الداخلية أو المرفق الداخلي نقطة الرابعة وهي كذلك لا تقل أهمية إلزم بيتك أو لا نخرج من البيت إلا للضرورة القصوى للتسوق للذهاب إلى الطبيب أو الصيدلية مسموح الرياضة رياضة الماشي أو الركض أو ركوب الدراجات وباقي الرياضات فقط مع أسرتك التي تقتن في نفس العنوان مع صديق أو صديقة يمنع منعا كليا التجمعات أو الحفلات أو حفلات الشوي النقطة الخامسة كذلك عند إحساتك بالمرض أو عند المرض لا تذهب إلى المستشفى أو تذهب لقاعة الانتظار عند الطبيب يرجى أولا الاتصال على الطبيب طبيب العائلة أو الطبيب المناوب الرقم الطبيب المناوب هو 1733 انتهينا من الشطر الأول ننتقل إلى الشطر الثاني وهي ما هي المساعدات التي تقدمها بلدية بروج في هذه الحالة ضروري أن تبعي على الحاسوب النقطة الأولى هي في حالة عدم قدرتك على دفع الإيجار أو عدم دفع الفواتير عدم قدرتك على تسوق تريد مواد غدائية أو وجبات مجانية تتصل على الرقم خدمة الأسموي وهي 052-77-70 المساعدة الثانية وهي للأشخاص الذين يعملون في هذه الأوضاع وليس لديهم حضانة للأطفال يرجى الاتصال على خدمة البحث عن الحضانة وهي كيندر أوفام لوكت كيندر أوفام على الرقم 057-45-55-14 النقطة الثالثة أو المساعدة الثالثة وهي لديك صعوبات في مساعدة أولادك بالنسبة للواجبات المدرسية أو عدم توفرك على حاسوب أو عدم توفرك على خدمة الإنترنت أو عدم توفرك على طابعة ممكنك الاتصال على الشخص بارت هوليفوت لخدمة الأسموي يعمل في خدمة الأسموي على الرقم 0496-90-50-15 المساعدة الرابعة وهي لديك أسئلة أو أسئلة مستعجلة لديك مشاكل مشاكل عائلية مشاكل زوجية مشاكل مع الأطفال تتصل على خدمة السياوي هناك شخص يساعدك على الرقم 050-66-30-01 تحتاج فقط للكلام ممكنك الاتصال على المساعدة رقم 5 وهي 050-44-80-00 المساعدة السادسة وهي التي نقدمها أو أقدمها أنا وزميلتي كل الأسئلة كل المساعدات التي تحتاجها لا تتردد في الاتصال علينا على الرقم 050-32-40 أعيد الرقم أخطأت في الرقم 050-32-42 050-32-40 نحن نستمع لك بكل جوارحنا أتمنى أن أكون أنجزت في هذا الفيديو أكون قدمت المساعدات التي تحتاجها بصورة واضحة في هذه الأيام صعبة أتمنى لك صحة جيدة أتمنى أن تهتم بصحتك أو بصحة وسرتك حتى نشتاز هذه الأيام صعبة أو المحنة وشكرا ترجمة نانسي قنقر